أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا يوسلنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذو ذكرتم بل أنتم قوم مصررون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل لا على قومه من بعد مرجود من السماء مرجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل صابق النهار وكل فيه فلدي يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبضية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات رب إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم مرافقوا مما رزقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يردعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أزغاجهم في ظلال على الأرائك متكرون لهم فيها فاكهة وللما يدعون سلاما طولا من رب الرحيم سلاما طولا من رب الرحيم سلاما طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تتفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردلون ومن نعمرون الكسف في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لهم إنه وإلا ذكر وقرآن مبين ليراضر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروننا خلقنا لنا من مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذلل لها لننف منها ركوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وإيرمين قل يحييها الذي أعاشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقودر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده من نقوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالخفار خلق الإنسان من مارد من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان خلق الإنسان من صلصان كالخفار فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فار ويضع وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شعر من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شغت السماوات والأرض فكانت وردتاً كددان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شعر ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتها أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبغر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابد فارجع البصر رل ترى بها فتور ثم رجع البصر كروتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أغلوا فيها سمعوا لها شعيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَغْجُوا سَأَلَنَا خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قُدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آتُمْ إِلَّا فِي بَلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ فَصُحْفًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُهُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورٌ أَلَا يَعْلَمَ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْتُوَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافِمٍ وَيَقْبِرُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَصِيرٍ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَوْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرِونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَنْجُمْ فِي عَتُوبٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهَذَا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْهُ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجْعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْهُ الَّذِي ذَرَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُلُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُوتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا نَأَوْزُ الْفَتَانْسِي أَتْوُ جُجُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُوتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَتَنِيَ اللَّهُ وَمَهَمْ مَعْيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَدِيلٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنْ عَبِدُمْ مَا عَبَدُتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَتُ أَرْلَّهُ صَمَدُ لَمْ يَلِكُ وَلَمْ نُولَتُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَا أَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَتُ أَرْلَّهُ صَمَدُ لَمْ يَلِكُ وَلَمْ يَلِكُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَا أَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَتُ أَرْلَّهُ صَمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في المقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوا سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم أرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا بَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْمَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْمِ وَيُطِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَنَا قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَلَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد نوح حظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ما وتخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توبط لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القغم الكافرين صدد الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم میں نے یا اللہ کلام مجید کی سورة عصر سورة رحمن سورة ملک اور چار قل کی تلابت کری ہے الحمد و شریف کی تلابت کری ہے سورة بقرہ کی تلابت کری ہے مولا جو غلطیاں خامیاں ہو گئیں معاف فرما صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ رحمن یا رحیم یا کریم کلام مجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافتی بنیاد سے محموس فرما مولا کریم جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جہد قید ہیں مولا کریم ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں معبول فرما دعائیں معبول فرما یا اللہ میرے دادا مرحوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت قصد کہیں مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما یا اللہ جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسیر سورے رحمان سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلابت سنی ہیں مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کاربار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا دعا قبول فرما اللہ تقبل بلما انکا انتا السمیو العلیم وتبع علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالى على خیر خلقه ونور ارشیه مولانا محمد وعلا آبه واصحابه ادبعین برحمتك يا ارحم الرحمن اقلا الالہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلت اللہ تعالى عليکا وسلم اللہ تعالى